اشتركوا في القناة في جربة جربة أرض السلام والمحبة والتعايش كانت وستظل مساء نور أمل مساء الخير مساء الخير وبطبيعة نترحم عليهم الكل كنت نتظر نسميوهم زيدا خطر منحبش نعتبروهم أعداد ما همش أعداد فما فيهم شهيد من الحرس ألواتني عنده أربع صغار كل واحد معناتها عنده حيته عنده عائلته اللي بيشتقد معناتها ترثى فيه لسنوات وعليش مش لازم نتخلو فيها مش لازم نتخلو في الغيزان خطر كيف وحد زيد يتذكر الغيزان اللي وصلت للمأساة يزيد يتأذب ثلاثة شهداء من القوات الأمن وزوز من المدنيين ربي يرحمهم فاخر الله يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله في الجنة وأنا متأكد بشيكونوا في الجنة لأنهم شهداء لأنهم ناقص أبرياء توفات معناها وعندهم حتى ذنب فالأخير ذنبهم الوحيد لأنهم يعيشوا مع ناس أعتقد طلال الإجرام وعند أفكار بتاع تخلف إلى آخره ولكن أيضا حب نقول لك رغم الألم ورغم المحن أعتقد تونس خرجت منتصرة وخرجت أكثر واحدة من قبل تعرف أنت العلم التونسي العام الأحمر يرمز لدم الشهداء وقت اللي تشوف أنت الدم اللي سيل في جربة بشتقعد أرض سلام وأرض محبة هو دم متاع توانسة ديانات متعدة دم التونسي اليهودي والتونسي المسلم والتونسي المسيحي والتوانسة لكل أعتقد فمتين موجودين في الدم هذي كاللي سيل بشتقعد البلاد هذه واقفة وبشتقعد البلاد هذه مظيافة وبشتقعد البلاد هذه أرض سلام وبشتقعد أرض سلام ومحبة شاء من شاء أو أباء من أباء وتونس لم ولن تركع ربي ديرحمهم من الجانب الاقتصادي سنعود شرف لسبيع القادمة على الموضوع ما صار شيء لصارت إلغاءات والله اتصلت في بعض ما فهم شيرا وبرشا كلام في صفحات ما صار شيء الحجوزات متواصلة فما حملت آزر بالعكس من العالم ومن تونس حملت حتى أطلقوها أهلي شربها كبير طرق بسيطة على صفحات تواصل الاجتماعي جربة صامدة وستظل وستبقى أرض للسلام نحكي وجستماع على الاستثمار في الجزء الثاني من اللقاء نظيفنا سيد خليل العبيدي رئيس سابق الهيئة التونسية للاستثمار الواقع الامكانيات وينجموا نوستو بالاستثمار في وقعنا في تونس نحكيو على مشاريع تربية السمان في إطارة المشاريع الفلاحية اقترح لكم فقري منذ مدة في تبع فقري نحكيو في إطارة الفلاحة الأسبوع الفارض نحكي لكم على أزمة المياه هذا الأسبوع الحل يأتي عن طريق الاستخدام سيبكس شنية حكايتها وشنية حكاية الري بالتكنولوجيات المتطورة ونحكيو على ثقافة التقييم والنقد ذاتي في ركز معايا بعد شوية جديد التفاعلات الأوروبية مع الوضع السياسي والاقتصادي في تونس في لقاءة بالرئيس الجمهورية وزيرة الخارجية وشؤون الأوروبية وتجارة الخارجية البلجيكية وزيرة الخارجية البرتغالي والبداية كما تعودين مع فقرة تسهلها تسهل بعد ما حكينا على صندوق الحيطة الاجتماعية أو صندوق ضمان الاجتماعي لسبوع الفارض كملوا في إطار هذه الفقرة مصير محمد جاري تقديم الصندوق الوطنية اليوم نحكي وعليه لكنا هنشوفوا التفاصيل كاس ناسيونال دا سيرونس مالادي صندوق الوطني للتأمين على المرض وقع بعثه في سنة 2004 هو كيف مؤسة وطنية قومية ذات استقلالية إدارية ومالية ويهتم بضمان كل ما هو أدوية ومستلزمات الدواء بالنسبة للمنخرطين فيها وقت اللي جات الكنام جمعت النشاط هذا اللي كان مفرق ما بين السينة والسينة والسينة والفياس وقع التوحيد متاعه في معناها مستوى الكنام الكنام تحت الهجومات المتكر اضطرت أن يتوضح منذ أيامات مال فيما يخص مثلا الأدوية الخصوصية 600 ألف قرار يصدر سنوين من طرف الكنام فيما يخص الأدوية الخصوصية ورئيس نقابة أصحاب سيدرية الخاصة وفي العميرة في آخر تصريحاته يؤكد أنه ديون الكنام لديه سنة ضيق الاجتماعية وصلت 8000 مليار وهذا اللي يسبب أزمة كبيرة للكنام أزمة الكنام هي بيانسور نتيجة أزمات السنديق الاجتماعية بخطر الكنام التمويل متاحها عن طريق شكون يجي وقت اللي وحدنا السينة والسينة والسينة والخبييس اتوحدوا بشيوالي وكل ما يخص الكوفيرتور التغطية الصحية تمشي للكنام كيف تزوز السنديق هذا ما انتا هوا ما بيدهم عايشين الإزمة بطبيعة تم دي ريبركوسيون على الكنام تم زيدا معنى تها عدم خلاص الأدوية معنى تها من الزوبيتو معادش خالصو الكنام معادش خالصو ما انتا تخنى في انسركل بيسيو وبينسور هيدا عندو تأثير على شنو على الموت زيدا الكنام وعندهم الحق الأصحاب الصيدليات وحتى معنى تها زيدا الاختصاصات واللي عندهم دي مالادي كرونيك تولد تم مشكل في المالادي كرونيك في تولس ولينا نختارو انها مالادي كرونيك نغطيوها معنى تها وانها مالادي كرونيك منغطيوها والشكال لم يتم تحين قائمة الأمراض هذية منذ سنوات بالمفروض يلزم يكون تحين قائمة الأمراض مثلا أنا عندي يدهولي عامين بالمفروض يقولون يا رسوليك للسطنية ومالادي كرونيك ليس لديهم الوحيد بأن يكونوا تأثير على فيدن وكل شهر بالمفروض يقولون يا رسوليك وأنهم بالمفروض يسرعون بعد أن يسرقون المالدي منذ ذلك منذ ذلك يجب أن تحيننا منذ ذلك هذا على مستوى الامكانيات المالية لكن ثم حاجة تقلق حسين ثم كثير من الروايات متاع العبيد اللي يمشيوا التعب اللي يتعبوا المواطن التونسي وخاصة الناس اللي عندهم أمراض معناتها صعبة وعويسة كما مثلا مرض سرطان في أنهم يخذوا الدويات متاحهم اللي يستحقوهم هذي حاجة وثانيا حاجة الأتعس أنه يقول لك ثم معناتها ثم ناس يفضهم على ناس ثم زيدة بيستونات هذي يتقال فهو يتقال فرصة باش نوضحه كما قلت فهم الإشكال في قائمة الأمراض الكنام تخدم بطريقة إدارية عندها قائمة أمراض تقوم بتأمينها فمبرش عبيد خطر عشتها حكيت الأدوية الخصوصية فما ساعات دويات عبيد تكون عندها أمراض ويعطيها طبيب الدوي وتمشي الكنام وترفضلها يلزمها وقتها تلجأ لوزارة شؤون الاجتماعية لأنه هكي الدوي هذيك أو المرض هذيك هذيك عليش طالبت أول حاجة مطالبة بتحيين قائمة الأمراض اللي تغطيها في المقابل فاخي من الحلول المقترحة مثلا في دراسة الاقتطاع لصالح قطاع الصحة في تونس للسانديق الاجتماعي اللي نغم المون بعد يمشي الكنام هو الستة فاصل خمسة وسبعين بالمئة تقريبا من المعدلات الأضعف في العالم المعدل في العالم هو عشرة بالمئة ودول أخرى مشيت أكثر عدد كبير من الضرائب والتي تمشي القطاع الصحة في فرنسا مثلا دخان وغيرو يعلي في سوم الباكو من الدخان وجزء كبير من الضرائب هذه تواجه لوزارة الصحة لأنه اليوم برشة أمراض كسرطان يعني تطلب فلوس هذه من الحلول مش فقط لأنه نسترجع الأموار يقولك لقوة في الاقتطاع وأعمل الضرائب على المواد المضر على السكر على الشراب على الخمور على الدخان المواد هذه اللي تضر مباجرة صحة نعمل عنها الضرائب تمشي لتعم قطاع صحة مالية هو أنت حطيت صدعك عدية في رأياني في علاقة اللي ذكرت التو التوذيك قطيش تحط تحط وقت اللي أحدفنا الصندوق الصندوق أحدفناه فيه سياقات حتى سما سياق كامل معناها سيستام سانيتير متاعك كان سوليد كانت الوضعية متاع المجتمع متاعك ماشي الوضعية التركيبة الديمغرافية المجتمع متاعك ماشي متوجه نحو التهرم إلى آخر يعني كانت في وضعية التوذيك كان يعمل لكوفيرتور حتى ما تنسيش كانت السناديق لكل هراب حارة وقتها نحنا بيدنا مشينا لسا نعم انتجر بحلوة كانت تجربة مجتمع نعم 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 ويجب أن ينجم الأكتفاتي بتاعها وتشمل أمراض أخرى إلى آخره. ولكن جديد, جنرات جديدة. يزبطون لعنا ثقافة لأسيرانس مالادي. Voilà. وفاق. اليوم هذي تبدأ للسياقات. أنت دولة إلى آخره يتدخل في كل قطاع. ونقول لك لما في بلوكاج ميسي نسي. في السكتور الوحيد في الأسيرانس مالادي. لأهنى يتحرك المشرع. إلى آخره ما نشرب بدعة. العالم اليوم الكل ماشي في منطقة لزاسيرانس مالادي. فيما اقتوروها فكروا فيها. هو أعتقد المخرج والمستفتر. أما بربي دون ديما نحن نحكي نحكي عن وسائل العموية. يعني دون تهشيم هالمكتسب بضعف نتناه من السكول تهبط عليه. فما يجب أن نكون وعنا فكرة على ما يحدث عموما. حسيني موش تهشيم. أحنا بالعكس. ريتسين السندق 8000 مليار. لا سمعني. ساعات ما تلقاش نفلوس. أبا غرأ. أخذر تم مستوي ميزاني. تم إمكانيات. ومزيدة. ومزيدة رد بالك. ومزيدة. ومزيدة. حتى على مستوى الإدارة. هذا لازمنا نقولوا. رأيو اللي في الكنان يخدمو يتعاملو مع ناس مرضى. ناس كيف يدخلو لهم يسون فرجيل. يعلم بيهم ربي كيفاش. دونك حتى على مستوى التعامل. من المفروض. أحنا نحصنو الخدمات. إيسا ستريز امبورتان. دونك يفوو لدير. لازمنا نقوله معنا نتا معتش أذية لدينية راو نسيغا غير عنا مشكل في الميزاني مشكل في إمكانيات الكنان ومشكل زادة في المعاملات الإنسانية مع مرضى شو مباشرة للحدث الاقتصادي هو حدث اقتصادي على مستوى العلاقات الدولية أيضا وسياسي مهم جمع رئيسة الجمهورية السيارة الحارجية والأهربية والتجارة الحارجية البلجيكية السيارة الحارجية البورتغالية كيف نفهم أهميته من خلال تصريحات الوزراء بعد اللقاء هيتم اسمع مبعد نعم، لت؟ لنا سنremod للمشاهدة دليل نقل بأسنين بإعطة لنعم لنعم الجنة النعم لذلك سنعطينا اخرى نحن الحمد حول وما نعطيه شاره شكرا سنعطيه لنعم هذا وليف بس عظم للعنية aux conseils des 27 et aux représentants qui nous a donc confié cette mission merci c'était un honneur d'avoir eu cette opportunité d'avoir un échange avec son excellenz le président de la république c'était un moment très intéressant très riche puisque nous avons constaté une très bonne convergence ترجمة نانسي قنقر نحن نعود إلى الأشياء من الموارفة لأنه يوجد كل شيء يوجد تجارب من الموارفة وأنه يوجد من أجل الانترابة بشكل جيد من الموارفة لتجارب نصدق نوازل بشكل موارفة ومعنى نصبع نوازل بشكل موارفة شكراً لكم من أهمية اللقاء من أجل نأتي بعد حدثات جربة تضامن دول الأمناء كبير بارشا وفما جملة فخري أميل تعودت في الزوزانقاتنا في ترانسكيبشان الكليمان الوزيرة البلجيكية تقول إكريخ نوفال إسطوار انسامل والوزير البرتغالي يقول النوفو شما بورنا نفنيخ كما كلمة نوفو تتكرر في خطاب الوزيرين كيف تقرأها أميل اقتصاديا سياسيا حتى تقرأ البلاغ معناتها أشقال سيد رئيس الجمهورية كيف كيف ولو ديما معناتها سيقايس سعيد ديما يحكي على عدم القبول معناتها رفض القبول بالإملائات واحترام إرادة الشعب وكل شيء لكن زيدا يحكي في نفس الوقت أنه معناتها تونس مستعدة إلى مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة في شتى المجالات في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف وأيضا العمل سويا من أجل سياغة آليات واسئة جديدة تعزز فرص التفاهم المتبادل وبالورة حلول ناجع ما معناتها؟ معناتها ثم أنا إذا هولي الديسكوسيون قاعدين يقدموا من الديوكوتين وبينسيخ ثم وضع جيو سياسي يفرض على تونس وحتى على البدن الأوروبية أنهم يتعاونوا مع بعضهم لوصول إلى الحلول على خاطر لستبيلتات التونسية معناتها رهي هامة للمنطقة الكل هامة للمنطقة الإفريقية للشمال الإفريقية وأيضا للمتوسط دونك أنها تونس تكون عندها المنموم دوستابلتات إيقنومية وصوشية هذا زاد فيه حماية لكل المصالح الأوروبية والتونسية وأنا ذكرت الوزيرة البلجيكية وقتلي حكيت على دي پوزيشون ديفسيل كتير ميغراتوار وقتلي حكيت على إشكال الهجهة ونقطة أخرى اشتركوا فيها هي والوزيرة البرتغالي وقتلي هي تقول أن ميساج پوزيتف كونستركتف وهو في كلامه يقول يعني اشتراك في ألفاظ وفي قراءة التعبير اللغة تبدأ معناتها اللغة تبدأ على خاطر ريتهم اللوبييات اللي كانوا البلاغات في البرلمان الأوروبي وفي كثير من العواصم الأوروبية اللي يحكيوا على رفض الوضع في تونس وكل شيء هذك الكل تبدأ هو بالطبع لأني أولا موازين للقوية في العالم بقاعة تتغير وأوروبا اللي طبع معناه في شأن الدولي أوروبا ما بعد كورونا ما هيش أوروبا ما قابل كورونا أنت تعرف أنت في بريكسيل اللي يجتمع على الاتحاد الأوروبي في 2020 ااتحاد الأوروبا كان على قابقى وصيلا أنه يتفتق في بريكسيل تعرف الصراع عم تعليل النورفيج والسويدي الآخره ضد الألمان والفرانسيس وطلينا باللوتا وكانت عركة ودامج الاجتماع متى 48 ساعة بدون انقطاع وتالي اتحاد الأوروبا لعليش لأن المصالح بدأت تتناقف كورونا بعد خلت في رولانس جيل حرب الروسية الأوكرانية اللي مست لي روسورس متى أوروبا مع الحرب هذية أفرزت أقطاب خلت الولايات المتحدة الأمريكية هي المتزعمة العالم الحر إلهي خيري هويزن بكتنظبط الموقف الأمريكي وممطن فما قطب قاعد يتشكل في قدوسين إلهي خيري يعني أوروبا تدور متاحها قاعد يتلاجع وهي فهمة هذا لو كان زادة أوروبا مستقبلها يجب أن تحاصل على الاتحاد الأوروبي وأيضا إمكانية سقوط لاتحاد الأوروبي تكون ستكون اقتصادية على هذك هي اللي تحول ملف تريد أن تعالجه أوروبا هو ملف الهجرة خاطر الهجرة في الستينات في السابعينات كانت باهي وقت اللي في إعادة العمار هات بركة هات العدد العباد وكانت باهي برشة في الخمسة عام خمسة واربين في الحرب العالمية ثاني هزينا للعب الناس تحارب وكانت باهي الهجرة وقت اللي هزينا للعباد للهند وشير وكانت باهي الهجرة وقت اللي هزينا للعباد وثويك وليت معنا شباهي الخطر لكاس متاحها قاعد تتلاجع والموارد متاع أوروبا قاعد تتلاجع إلى إغري يحبوا كان لكريم لأساسياتين متاع السويد أعتقد اليوم دول الجنوب في علاقتهم مع أوروبا تتطورت أنه ولد ورقة الضغط وأعتقد فرضت سياق وأنا سق جديد متاع مفاوضات يزد أيضا الورقة متاع الضغط متاع نمشي ومشي وبين الأقصى نعرف وقتاش نبيحها وقتاش نصرفها اقتصادية أعتقد لها هنا بتظهر النجاعة السياسية متاعنا أم لا نشو مباشرة مع بقية فقرة ذكركم جزء ثاني سنتحدث عن الاستثمار ديفنا سيخليل العبيد رئيس السابق لأيروى توني سي الاستثمار نشو مباشرة نركز معي نحن شعب يقبل النقود ويرفض النقد عموما نحن ساعات تلافظ ننقده وبعد يشوفي تكتب علينا مثلا مقال ولا فهمش كون ينقدنا نتغش حاجة فينا أميل ترفض هذا التفاعل وإلا فإنو تو ديفانس عنا ثقافة مش حتى نصد النقود احنا حتى معروحنا معنى حتى معروحنا من غير ما يسمعنا حد من احنا ما ناش معنى شعوب ما ناش مثلا ما ناش إعادة تقييم اللي نعملوه تقييم الإنجازات ولا تقييم عدم الإنجاز ولا نقض ذاتي لكل قراراتنا ولا تصرفاتنا معنى 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 عنا لسوسبتبليتي أقل حاجة معنى ناخذو موقف هذا على مستوى شخصي خايد لكن كي يبدأ على مستوى المسؤولية الكبرى اللي فيها أنت معنى تماناس في رقبتك ملايين الأشخاص في رقبتك تولي عملية التقييم والنقض الذاتي المستمرة هامة وهامة جدا أكثر تفاصيل في ركز معي 12 سنوات بعد سقوط النظام هل حان الوقت الوقفات تأمل وتقييم القيادي هو الشخص اللي عنده القدرة أنه في خلال التحرك والعمل المتاع واللي يعمل فيه أنه ديما يعمل وقفات تأمل علشو خطر أولا وقف التأمل تسمحلك أنك تقيم كل اللي تعمل مهم جدا وبناء على التقييم ونشوفه شنو اللي يمشاه وليممشيش ووقته يجم يقرر يما يغير المسار خطر يكتشف أنه المسار مخطئ وقلا يحسن في استراتيجيات اللي يخدم بها وإحنا ديما ديما يخدم السياسيين والقيادين عندهم مؤشرات ما يخدموش وهم ما يعرفوش المؤشرات تسمحلهم هما فين وكفيش يقيمو وخاصة كفيش يرجعوا ويراجعوا أنفسهم وينصطوا الأصحاب الكفاءة ينصطوا للعباد اللي عندها خبرة وكفاءة في ذلك كيف نشوف مثلا الأحزاب السياسية والمعارضة والمجتمع المدني نلقاو أنه ثقافة التقييم والنقد الذاتي وإعادة النظر في المنجزات أو في النقأس مش موجودة بالشكل اللازم علاش احنا تعلمنا مبعضنا في حلقات الكلعة القيادية أنه القياد هو إنسان عنده ذكا وجداني الذكا والوجداني ما بين الأشياء اللي نتعلموها هو أنه بالطبع نقده ذاتي وأنه إنصاطه للآخرين وبالعكس إنصاط للأشخاص اللي مش موافقين معاه أكثر من اللي متفقين معاه إذن تنميذ الذكاء الوجداني يخليه يقتنع أنه ما فماش أي حل وفماش طريقة وما فماش معناتها عمل جدي إذا كان ما يقعش كل مرة التقييم حسب أشرات علمية خاصة نرجوع الأشخاص اللي عندهم خبرة في المجال لأنه إنسان قيادي سواء كان في الحكومة ولا كان مجتمع مدني في أي مجال مش ممكن يمتلك كل اختصاصات ويعرف كل شي محتاج أنه يكون حوله وهذه قولة من قولات كينيدي إنه قال لك معناتها مفتاح النجاح هو أنه يكون حولك أحسن ناس أحسن منك أقوى منك لأنه في مجالاتهم بش يسمحوا لك أنك أنت تقيم العمل متاعك وتحسن العمل وكل مرة تتأكد أن أنت ماشي في الطريق الصحيح وكانت حيد شوية ترجع بالضبط للحاجة اللي أنت بيشتبقها للإستراتيجية اللي أنت حطيتها للحكم متاعك ولا البرنامج السياسي ولا البرنامج في المجتمع المدني إشنوه دو الكفاءات والخبرات وإشنوه دو القيادة في تغيير العقليات إحنا عادة فرضا ويعمل عمليات جراحية دي ما يبحث على أحسن جراح يحب عنده قضية في المحكمة أحسن محامي عادة دي ما نبحث على أحسن ما موجود فما بالك في إدارة دولة قيادة دولة تقتضي أنه يكون عندك أحسن كفاءات ممكنة واللي هي احنا نعرفوه من الكفاءات هذه قوية لدرجة أنه الدول الأخرى اللي هي في كيا برشا وتستقطب فيهم لكل كفاءاتنا معناتها واجب جدا أن يكون معاك عليش خطر أنت عندك مسئولية إدارة دولة مسئولية أنك توصلها لبر الأمان مسئولية أنه تجيب لها التنمية إذن أنت محتاج جدا جدا أنك تجيب أحسن ما موجود في كل المجالات نتأكده زادا أنه هالكفاءات تكون كفاءات حقيقية لأنه مجرد يكون عندك شهادة علمية مش كافي لأنه تجمن عندك دكتوراه أنا عندي دكتوراه في القانون الدولي لكن إذا كان من الدكتوراه نتوقف وما عادش نقعد نقرأ يوميا ونتعلم وما عادش عنده حتى قيمة الدكتوراه متاعي لأنه تعدى إذن مهم جدا أنه زاد كفاءاتنا يتأكدوا من أنفسهم أنهم يقرأوا أنهم ديما يتابعوا أنه يكون ديما عندهم آخر مصدر في أي دولة وهذا يجعلهم هما أقوية وأصحاب القرار أقوية وبالتالي مع بعضنا نجموا نطمحوا أن دولتنا تصبح دولة في كل المجالات بالطبع الحل توا حاليا في تونس نرى نحن نعتمد على سياسات الستينيات في الستينيات نشحت برشا وخارقة العادة وكما هذه السكة التي حطينا عليها القيطار ومشاء لكن توا حاليا بالطبع نحن لا عادش في الستينيات ويزن نعود ونرى كل شي في كل المجالات على خطر لا عادش لدينا حلول لا عادش لدينا إيجابات والفرصة الرائعة التي توا النظام العالمي الجديد يجبنا نكونوا فاعلين فيه ما نكونوش متفرجين نكونوا احنا القاطرة اللي ممكن تاخذ بهالنظام وتوري المثال كما تونس كانت حياتها القاطرة يجبنا نرجع لهذا الدور اللي احنا لعبناه قبل في التاريخ ويجبنا نوصله نلعبوه احنا موصلين معكم نذكركم في بيزنس مجالتكم الاقتصادية الأسبوعية على نسمة جديدة مشوا مباشرة لستنطق سيبكس شركة قادة تأكد في روحة نهار بعد نهار جائزة في ملتقى الفرنكوفونية البرية فهف في جربة مؤخرا منذ يمات في مارس 2023 لتحوية دينوفاسي كوكورة غين ستارتاب 2023 2023 في فرنسا اكثر تفاصيل باش نتعرف عليها بعد شوية في التقرير لكن نستقبل بعضنا سيطار مستيري حد مواصي شركة سيبكس السلامة سيطار السلامة مرحبا بيك نوارتنا عيشك لبفضل خانتعرفوا أكثر في التقرير هذية على سيبكس سبعد نحكيو شوية هل ممكن هستارتاب هذية تحل شوية بمشاكل الفلاحة في تونس وفي العالم عموما شوفوا تقرير ثمان لعود أنا تار مستيري خريج المعهد الأعلى للتصرف بتونس تخرجت عام في نويا عندي عشرين سنية تجربة مهنية وأنا أحد مؤسسي شركة سيبكس شركة سيبكس هي شركة ناشا اللي مختصة في الغاية الدقيق وبتفاعة عامة للفلاحة الدقيقة وعند منصة اللي يتعاون الفلاح باش ياخد القرارات اللي لازم في فلاحته في الوقت اللي يلزم يكون باش فلاحته تبدأ عندها مردودية خير للفلاح يصنع الأرض متاعه معنا يصورها على المنصة بتاعنا بعد ما اياهم الحساب متاعه على المنصة بتاعنا ويقول شنو باش يزرع ولا شنو اللي مزروع عنده اللي حبي يتبعوا على المنصة بتاعنا في الأخر بكل مش تخرج للفلاح معناها دي ركومونداسيان تقولوا راو ولا كالك مش تسقي يزدوك تسقي كذا راو على حاصل ما حسبنا والبيانات والتقس والنوعية التربة والنبتة وغيرو هاو اللي قداش يزدوك تسقي اليوم هاو قداش يزدوك تسقي غضوة الى غير ذلك فكرة المشروع بدأت من 2017 ولا 2016 اللي بدنا بشوية بشوية خطر وقتها فهمنا كونه مشكل كبير متاع مئة في تونس وبشوية بشوية خرجنا للانترنسونال بدنا بالوعية معنا في منطقة في فرنسا ووضحنا اللي عملته الغرف متاع فرنسا الكل عنا اكثر من 300 حريف اللي قاعدين يتبعوا في السيكل متاحهم عنا اكثر من 15 الف كتار اللي موجودين على المنصة متاعنا اللي قاعدين يتبعوا فيهم واللي احنا معطيه في الركومنداسيون نشوف احنا وقت اللي حللنا الشركة في فرنسا حللناها في مارس 2020 تعاد علينا الكوفيد اللي قاعدين حتى واحد ما كان حاطت في بيله كونه نجمو مصر دونك تفو جميلة شي جميلة شي ما عمرك ما تسيب وتقول كونه لا ما نجمش ننجح وقتاش تقف وقت اليوفى تموحك موحك 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 لا شايد نزاك بديل جس بشنافهم بعد فضلوا أمال وفقلي يعني انتم موحك تقفل المواد يعني متاع التعديل للرأي يعني وكأنه بش ما يدخلش يعني تصير كونفيزيون عند المشاهد كونش تعملوا في الرأي قطرة قطرة مثلا يعني خنفسروا أكثر للعباد وين تدخل سيباك مثلا في مشروع في لاحي معان كيف توس مثلا أخذيت وعملت شراكة في بوردجان وفي في زيتون مثلا نحن في سيباك نجاوب على سؤالات سؤال اللول هو اليوم ما يلزمني نسقي ولا لا وكان مش نسقي قداش وهذا هو بالموضوع على خطاك شي لو كان تعطي أكثر ما يلزم والأقل ما يلزم في الرأي المحصول بتاعك والكاليتين مش مش تكون به يلزم تعطي قد قد وبش نجم تعرف قد قد هذاك شنو الفلاح يلزمو بارش بيانات يلزم بارش حساب وشي هدي مش قاعد يعمل فيه احنا نعملو في بلاستو نعطيوه الزبدة نعطيوه شو يلزم يكون دوزاج يلزم يلزمو نعرفوه كونو في النبتة عند برشة مراحل بش في النمو متاحها والمائك يلزم يوصل يوصل لها بالكمية اللي يلزم في الوقت اللي يلزم معناها فما دي هدا سوفتوير هدا البرمجية الهاردوير شنو نحكي معك مجمع تلافورماتيك بي أنا فلاح جيت يلزم مكتسقي كذا انبعد في الميدان مش نشري تايوة شن سي سي باكس اللي تقوم به وإلا مؤسسة أخرى لا مؤسسة أخرى احنا في البلاتفورم قبل بدينا بالحساسات تحط الحساسات وتاخد بيانات هذيكية وتبني عليها دي دي الروكمونداسيون الحساسات حتى الحساسات لقينا كونو من الجموش نعاونو آلاف من الفلاحة وهذا مشكل كبير هميل فخري حكينا على المشكل جمعالي فاتت تعال ليه هوني هوني استعمل اذكاء الاستناعي اللي في الميدان الفلاحي انفت سي سا سي باكس تاهر انفت سي تكنو فيل سي كونسا كي سو ديكري معناه دا تكنو فيل هو سي تانا انفورماتيسيان هالوريجين وبعد مشيت للميدان الفلاحي بس بسرن عليش فوزيت انترسي حتى وكين ثم مشكلة البنية اما انتي يظهر لي معناه عملت اتخل في كثير من المشاريع اللي على باس فيها تكنولوجيا دكور معناه هذا مش اول مشروع بالنسبة بالنسبة انا بمعنطوكا سي تخيز امورطن وانشالله اناج بوستعملوها حتى في توسكي بلانت دانتيريور خطر مثلا انا حدا منيس مناش ندوزي المي اللي بلانت دانتيريور دي فو معنى هال البلانت تموتلي على خطر زدتها مي ولا نخص مي دانتيريور تسفار اسك دانتيريور دانتيريور معنى هال المي الوزاج انتليجيور دانتيريور وهذا هو اللي ساعدنا احنا نعرف عنا مشكلة مي وتضيع مي دانتيريور انتي فينال مو تلقى واحد كما سيباك سيعمالك احتياجات النبتة ولا الزراعة ولا الشجرة في الماء انتي ماتنعش الماء وحتى كان عندك القطرة قطرة تتعرف وتتخدم وتتوقف فاقري حكينا فاكثم راميلا فلاحنا قول فلاحاتنا مشكل مشكل تقليديا كما قلت امال هاو ذا السيناع يقدم حلول بديلة هاو يقدم افكار جديدة باش نتعدى من فلاحاتنا لنفاز موضيغن باندفريق وطبعا تتفرج في التقرير وتشوف معناها في اليابان في دولة متطورة متقدمة اسمورال في المحقرانية في تولس تحسر تحسر الفلاحة اللي نعرفه مانا اللي نعرفه مانا وسؤاله أنا حب نطر سويل على كوية تهر الفلاحة موش كمال لأمال مثلا معنضم يحبوا الانستالاسيان يحبوا وكذا اسمو عم عياد ويحد اسمو عم عياد عم علي خاطة مطورة على الويد وشعات جيت فاكور بزارة الفلاحة إنتك الساحة وعما معناها السمارتفور مايعرفوش أنا مش معناها أما هو مايحبش زيتولي التكوين يقول كنه نحبوش الحكاية تدور كيفش يكون عنده أكسية لك كيفش ينجي يدخل البلاتفورم تاك كيفش مشاية تلهب كيفش حكيت معهم لأنه مهم الناس هذوك والمعنيين مباشرة هم عشدين الدمان الفلاحة في بلاد شوف فما نقتين نعرجع لهم كنت أسمح لي اليوم اللي تختم عليه سيبكس ما هوش نعاون فلاحة كهو نعاون دي شين دوالور انتير وصا سيان جو بروبلم الشانجمان كليماتيك تغير المناخ شنو اللي عمل عمل الكون قبل الفلاح اللي كان يسقي بطريقة معناها كيم عمنا كيم عمنا دوزي مثلا ونعطي كانت يتحكي عن الفلاحة نعرف الفلاحة اليوم يحل الماء وقت اللي تتسكر تتسكر الماء وهذا كارثة هذا كارثة سور اكسploتاتيون الماء والمحصول موش يكون سوفيزان باش نكمل علي شين دوالور وقت اللي كان الفلاح يسقي بطريقة ما يش كالكولي سيانتيفية شو شو يصير كون المردودية متاعه والمحصول المتاعه موش مش يكون سورتو بالتغير المناحي موش يكون اللازم كي انتي تاخد اشان دوالور كما مثلا انتماطم ولا الزيتون ولا السيغيال ولا بامورت عندك شين كاملة عندك في الاخر بوكل معمل اللي يحاشتو بالبروديكسون البلوس بوسب وستابل لو كان عندك تغير مناخي والدسيزيون غالطة مش مش يصنع مشكل كبير بتاع توفر المواد الاولية للمعمل الاداكية ومعد للحريف في الاخر مشكل كبير اللي يبدأ بل سمحني من الفلاح ويوصل حتى تكشي للأسية متاع الاسحنم متاع الكونسوماتر هو اخوية تهد انا متفق معك هماما فليكنت تقول فيه الكل معاك مش يقولك كيفاش نمشي الفلاح هذا هو احنا في مثلا واحد عنده ثانية في الفحص كيف واحد عنده ثانية في الفحص احنا عندنا دوز افروش ياما لشن دو غالغ ماعني معنا انا كناخو اطلا من البرتنير بتاعنا اللي قاعد ينخط معام لشن دو عندو اللي هم بيدو يتابعو في فلاحة 1500 فلاحة فلاحة تابع الشن دو هذي كير اللي الانجينيور بتاعو يزان بزوان دو كما سيباكس على خطاك سيباكس بشي قول لشنو يجب ينصح الفلاحة وهو قالو صب كذا اليوم قالو بعد غضو صب كذا هذا وقت اللي تبدأ انشان دو بالر سروكتوري وهو واحد اللي ماعندوش اليوم في با با ويحب ياخو معلومة هذيكي نجمو نوصلو هالو بالاسميس واحنا اليوم عنا شراكات مع تسمحولي اليوم احنا اخدينا من عند اغانش وقعدين نبنيو في شراكة كبيرة على الافريق الكل فهمت وزاد المدير تيجيني بتاع القناة يعطينا مفاتوري سمحوني ففضل ليه طريق هذي حاجة اللي حبيت نقول كونه اليوم قاعدين نبنيو في شراكات معالة لالاسميس باش نوصلوا المعلومة بلاسميس اللي هي مالا اكسسي بالترمو الهيكل اللي بتاع اتحاد الفلاحين مثلا نقابة الفلاحين تتواصلوا معاهم نحبو نتواصلوا معاهم اليوم الابويب موصدق لا لا حقيقة ما نشوفش نقول الابويب موصدق احنا جات بريود باش 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 معنا تعبنا ما متعبناش مشيرت الفلاحين اما اليوم احنا نعاونو نس كل اللي بش يستحق لنا استخدر وفي الفلاحة وكما قلت انت تعديت تجربة كبيرة في كل ما هو التكنولوجيا عليش في اخر معانتها الامر اخترت الفلاحة اللي طوب معانتها تتسمى استقررت فيها وزيدة ما بين تونس وفرنسا وطلب في فرنسا معانتها هل هو بالاهمية بمكان اللي معانتها تطلب استقرار كراتي والبرح كنت ميش انت للجنوب هل كنت ميش للجنوب جزتما دون الكاتر تاسي بيكس ونزيدة كانت سويل ونكملوا بيوم عربعة دونك تونس وفرنسا كيفش تواجهة الفلاحة الجنوب وايضا في الاخر يعني اذا نحنا نستعمل الذكاء الاستناعي بشي قلنا قدش تسقي المرة هذي وكيفش تسقي الأسبوع كذا المال اللي عندكم ما يخليكم تزرعوا كان كذا مشي اللي ثنية هذي طهر المستيري ولا لا خلنا بدلك بتونس وفرنسا اليوم في بردن العالم أجمع حشتنا بلد سكنا بال إرغيق صدو خيسيزيون خلتك شي المال في فرنسا خي احنا سبانيا كير سا معمر معنى ما اللي تخلقوا الريجيسر متاع المناخ معمرو ما قايدو ستشرف معنى كاتاستروف في الاجرية 40 دقري ساماج احنا سبانيا احنا سوكتو المترجم فمش فمت يوم 80% دي كلمة في سريال مثلا ماوش في عملو وهذا مشكل كبير فالعالم أجمع دون يوم مشكلت الماء فان نحن مش نخلتو الوقت اللي الماء معاش وشيك في النسر كل كان خلطنا لغادي كي وصارت في كابتاون معاش فمم ماء ولا يقسم 5 جالون كل حد دوش مرة في الجمعة ولا في الجمعتين اكستر على خطك شي يزم نعرف نستعمل احنا في بلادنا فمم بلايس معاش في حتى قطرة معنا بلاس كامل الكل ماوش ماوش تأسر ماوش فممم ماوش منوز منوز معنا بلايس والضغط احنا جميع دوش لو تأسر نسيبة دوش 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 تأسر سياس موه منوز تأسر تأسر احنا تأسر احنا نسيخ منوز انتي كفليح وكي تاتي البرسيزيون منشير الاخر عنا السكوريتي اليمانتر ميزمنيش كنحبو نعملو اقتصاد في الماء جملة مو ساكلو الفان ربحنش حاجة مربحنش عنا السكوريتي اليمانتر احنا اذا كنت في تونس مثلا اليوم سي السكوريتي اليمانتر على دون الكونتكس للساشرس وربع عام تحسرس بالنسبة للجنوب اي فيو ما نخدم مع دي دي بارتونيخ كبار في تونس اللي قادي نبنيو مع بعضنا ليشان دي بالر pollen يتعونو بيشيغZوا انو فيزibilتري على الاخرMusic سيزان ل tsunه المخينيض اللي في ليحة يحكم فيها نسبة للما اشوف اليوم مع العديد session أنا حتى جيدةو نعملو في التي مستشعج بدي عغر اوبار onosو غول 다른 اليوم على جوجل ايكل أحناzus حتى اننمشيوا و الأسخد ق MARYحور لобыت ق pea كبيرات التفج pengبط له و الأسخد قريب jätte actistics اللي escapesة و الليرهون اللي في البيحة السكوريoffs listenedى لا стали consulted وقت دي تدني هيا كالي احنا قرار نبني في باش وقت اللي ننصح الفلاح ننصح معنا اجمي تخيز ايه محب نسئلك فما زي رعاة لنقادي مارسو فيها في تونس في رايك انت نتا تخد مارش بشي مارسوها في المستقبل اه لا لا ارى ومتنسك ان voter تقدم بزا دا مشير الاخرى معناها فما مش يبدأ عنا دي سومنس اللحن ليسلي الكثير ل romanticari النور اني كورس نحن small كورن علم أو تبير autour التغيير الأسراحي نحن كتلة منذ عدة م مليار طوات عباد مش يتزايدوا وما عانيش سيفيزا مان دو بروديكشون كيفاش نجموا قدموا الاضافة وعلى قد ما نغتصوا في الفلاحة و اي واحد يقولي لك اللي يبدأ الفلاحة ويغتص فيها معك شكرا جمال وانا نكزامبر في البلاتو عندو شهر و احنا يحكي ما قبل يعني من قبل رمضان وهو دارها فلاحة الكل نمشي ومبشرة التبع فخري ايسي فاخري درنيها الكل عملنا جمع الفيتة الهندي الاملس قبل عملنا انوية عديدة من النباتات ووصلنا لتقطير الورد اليوم السمين بطبيعة بعد ما انتي خليتها كسانيا وخليتها ارض خير غادي التبني وكذا انا مطالب اني نعمر لك الاكتيفيتة بمعنك العرق معنا وكذا واحد وخرجت في المشي مرة اللي فيت دبرتك من دخل الفلوس وكذا مرة هذي كذي دبرت لك السمين ومتقعت لعشيه معناش او اخر منك مش يستدوه يتربه لانو برش عبك اسمع السمين سي يقولك لشعس ثم هو ديما ثم الجيري اذيك انا ثم يتربه وعليش هو يتربه تو ثم برش المجتمعات اخترن المجتمع قريبنا شوي المجتمع المصري يستعملوا برشه وعليش هو اولا يعدلك يعدلك الكميات بتاع حسن للحم البيضاء اللي تعرف وديتويك اللي علفة بتاع حتتكلف برشه وليت ايضا السوج على المساواد السوق في اللي كورة انترنسيونال خانتقلق واحنا تبين عن نفس الشباب انو كيكون عندك برودوية اخر معاني انبيان دي سيبسيديسيون ينجم يعاونك حتى في اللي كونتيتين بتاعك في المرشيه وايضا يدخل كترديسيون اللي مونترجي يتعرف احنا من الاسفة توان سراوي تعاملوه يستهلكو في وضعية بركة مرنجم نستهلكوه كوضعية معناها غذائية فهمتنية دايما نمشو ما بعض نشوفه تفاصيل كفيش تعمل مشروع تربية السمان اليوم مع بعضنا باش نتعرفوا شنو اللي لازم يتعمل باش تكون صاحب مشروع تربية السمان يلزم تكون متحصل على شهاد مهندس او تقني سامي في الفلاحة ولو كان عندك شهادة في اختصاص اخر ممكن تعمل تكوين سريع في تربية السمان اول خطوة تتواجه المراكز الاعمال الموجودة في كل الولايات للقيام بدراسة المشروع والدراسة تكون محينة من بعد توفر عقار اللي باش تمارس فيه النشاط ويكون على ملكك او على وجه الكراء تتواجه للبتياز لبحث التمويل الخطوة اللي بعدها تتواجه الوكالة النهوذ بالاستثمارات الفلاحية لابياء لتصريح بالاستثمار من بعد تمشي المحامي او محاسب لاعداد القانون الاساسي وتتواجه للقباضة المالية لاستخراج البتيندا اخر خطوة تقوم بعملية التشجيل في السجل الوطني المؤسس ذكركم بعد شوانا حكيوانا حكيوانا استثمار ديفنا سيخيل العبيدي رئيس سابق لها التونسي سيخيل العبيدي رئيس سيخيل العبيدي حب نشكر سيخيل العبيدي بصوت صديقنا وخونا وزميرنا حسين المشي شكرا لك سيسي طهر عليش اسمها سيبكس؟ ما عندها عدت علقة بالبحر يعني هي في الفلاحة كل ستارتاب عندها اسم عندها منيجيل اسم هذي وانا ختم لما عندها تقوم بعملية التجارية سيخيل العبيدي لا 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 ما عندها سيخيل العبيدي في الفلاحة اشتركوا في القناة الأسبوع الشيب شعبنا تربية صراسير تعرف عنا ما كانك مغرومة بها أهميل لا لا تسخرح مبيك ما سيخليل العبيدي رئيس سابق لهاي قطو سير السفرع سيخليل عنا ستارتاب من أنجح تربية الذباب واستخراج البروتين اللي يمشيوا في تصنيع البروتين لتع المسكولات واحدة من أنجح الستارتاب في العالم دي مليون دو دولار في تونس بدأوا كابتين بكوبل ذباب توا يعني نتحكي أنت عصرا سيرا وكننا عرفوا نستغلوا ما هو موجود عندي نموسات في تنجيليين كانت هابش دوم نتبلي أنا ما نجاوبكش عسلام يا سيخليل أهلا وسهلا الرئيس السابق للهيئة التونسية للاستثمار علش استثمارنا متعطر يظهر لي أفضل شخص نجم تجاوبنا وخاصة قدموا حلول هذك الهدف يستمر يستمر وكالعادة تحييط صديقنا في المشي الرئيس التحرير كل هذه التقارير سجلت نواية الاستثمار في القطاع الصناعي في تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تطور بنسبة 27.8% لتبلغ مع نهاية شهر مارس 791.1 مليون دينار وهذا حسب الأرقام اللي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد من جهة أخرى وحسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي شهدت سنة 2022 تأسيس مئة مؤسسة أجنبية جديدة في تونس باستثمارات بقيمة 136 مليون دينار مكنت من توفير 4063 موطن شغل مباشر كما شهدت بلادنا 430 عملية استثمارية تتعلق بتوسعة مشاريع قائمة ووفرت 9134 موطن شغل هذا حافظت فرنسا على مركزها كأول دولة مستثمرة في تونس باستثمارات بقيمة 618 مليون دينار تاليها قطر بضخها الاستثمارات في حدود 291 مليون دينار جلها في القطاع السياحي ثم إيطاليا في المرز بثاثة باستثمارات بقيمة 232 مليون دينار وفي علاقة بالاستثمار وزير الاقتصاد والتغطية سامير اسعيد كان أعلن في وقت سابق أن مجلة الاستثمار التي تم عرضها على مجلس نواب الشعب تتضمن نقلة نوعية بالنسبة للاستثمار وتغيير منويل التنمية بالتوجه نحو اقتصاد المعرفة وخلق مناخ لتسهيل الإجراءات للمستثمرين وقال أن تونس تحتاج اليوم إلى ثورة تشريعية نظرا لوجود قوانين مكبلة للمستثمرين يجب مراجعتها على غير قانون السفقات العمومية ومجلة الاستثمار وأن دفع الاستثمار يمثل الحل لأن الوظيفة العمومية لم يعد بإمكانها التوظيف أكثر وأن الحل يكمن في تشجيع المبادرة الخاصة وفي دعم القطاع الخاص وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هذا ويبقى ميلة في الاستثمار مرتبط بتعزيز تنفسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال مع أهمية توفر السلم اجتماعي واستقرار الأوضاع الاجتماعية إضافة إلى ضرور توفر البنية التحتية اللازمة والمرافق الضرورية في كافة جهات البلاد اللي تحفز المستثمرين وتمكنهم من إقامة المشاريع وضمان الاستمرارية والمردودية اللازمة سيخالي العبيدي الرئيسة سابق لهيئة تنسية الاستثمار سؤال في الأسبوع الأخيرة خرجت برشة أرقام تعرف ديما في بعض كل فلاثيات وخرج أرقام الاستثمار ديما نقرأ ارتفاع الاستثمارات الأجنبية هل هي فعلا مشاريع جديدة؟ وقال لك ما يقرأها البعض هي مجرد ترفيع في رؤوس أموال مثلا شركات مقيمة في تونس ويقول لك هل الأرقام هذه ما خلقتش مثلا مواطن شغل جديدة كيفش نجمو نقرأو هالأرقام هذي؟ شكرا على الاستضافة قبل كل شيء وشنحب تجيبك مباشرة على الأرقام الأرقام اللي تخرج هي مقارنة بالسنة الارفارتة اللي هي نحن نعرفه من 2020 عام الكوفيد الاستثمار قاعد يتيح والأرقام خائبة طواله مش تبدأ الأرقام تطلع شوية نحن على مستوى الاستثمار الخارجي تقريبا في 2022 عملنا 2222 مليون دينار استثمارات خارجية كيف نقارنوها عامنا بواحد وعشرين وعشرين فما زيادة بسبتاش وسبعتاش في المياه فما زيادة لكن كنقارنوها بألفين وستاش فما نقص بسبعتاش ولا بثمونتاش في المياه تقريبا نقص دونك برابور للسنوات اللي الاستثمار فيهم بهي ولا متوسط الرقم اللي نعملو فيه توا مازالنا مرجعناش للرقم العادس الحاجة الثانية اللي نجمو نقولوها اللي وسؤالك جاء على الموضوع دي الاستثمارات هذي استثمارات شنو وفي الاستثمار فما زوزة نواع فما استثمارات التوسعة وفما استثمارات الاحداث استثمارات التوسعة هي شركة موجودة مش تعمل استثمار مش تكبر ولا مش شري ماكيناتش ضد ولا تعمل كذا واستثمارات الاحداث هي استثمار مكانش موجود مش تحدثت من جديد دونك النسبة ما بيناتهم التوسعة ثمانين في المياه والاحداث عشرين في المياه فقط من رقم هذا دونك أن الناس اللي موجودين هنا مزال عندهم معناها يعرفوا تونس بالقدار وتعلموا يأخذوا يتعاملوا مع الإدارة التونسية مع الواقع التونسي دونك قاعدين يزيدوا شوية في الاستثمارات متاحة لكن الناس اللي بشي جيوا نجدوا اللي نحن حاشتنا بهم ما هو مش قاعدين يجيوا بالعدد اللازم على أنه الصورة مشكلة صورة لأنه تونس هي بلد جاذب للاستثمار بطريقة طبيعية بموقعه بتاريخه بالكفاءات اللي فيه كذا ما تعمل حد شي هو جاذب الاستثمار متعملش حاجة خائبة بركة توجيه الاستثمار فمتنيه هو جاذب الاستثمار لكن وقت يتولي الصورة صورة خائبة رينا شسار البارحة رينا المشاكل السياسية رينا الأرقام اللي تخرج على الرشوة والمحسوبية رينا المشاكل على التعطيل الإداري إن كذا كذا نحن عنا طبيعة جانب الاستثمار لكن عنا عناصر أخرين قاعدة تهرب في الاستثمار سيخلين حكيت مع المسؤول فلافي يقول لك نية في الاستثمار أكبر نسبة في نية متى شركات في الاستثمار هي الـ 14-20-23 هذه أكبر نسبة على مدى العشر سنوات الأخيرة هل فهذا بينصور أنتي بيش تفسرنا بينصور إحنا نية الاستثمار لازموا مباعد ومانيخ كامل بيش الاستثمار إذيكا يقاع إنجازها بالحق أما ما رأيك في اللي قالوا هو شوف هي نواية الاستثمار هو شخص مستثمر تقدم قال أنا ناوي بيش نستثمر الاستثمار هذي يتعمل على أقل تقدير على عام عامين ثلاثة أخرين معناها ما ترى النتائج متاع ولا بعد عامين ولا ثلاثة سنين أخرين إذا كان تعمل وإذا كان تأكد نواية الاستثمار حاجة بها نحب أن تكون عنا نواية استثمار بها لكن نسبة التجسيم في نواية الاستثمار تخد شاربعين في المياه في متنين دونك سيتون بون شوز أنه عندنا نواية الاستثمار قاعدة تطلع لكن مهاشي استثمارات حصلت ومهاشي بشرعوا أرقام هالسنين ولا عام جاء دونك العام اللي بعد ولا اللي بعد هما سمحني فخري نجاك انتظر هما يتراجعوا وإلا أحنا خليهم يهربوا طب مثلا جيت أميل بشتتت أنا أو أميل فخري جينا مستثمين يستثمروا بعد تقول 40% بارك يكملوا للنهاية فخوال ديزيست يجب موز أسباب وأنت مريت يعني كنت كنت فكرة الاستثمار الخارجي كنت مدير الهيئة الوطنية الاستثمار شنو اللي خلي مستثمر يعبر عن نواة يعني كيجي القطع تعطيلات إدارية شو المشكلة مجدمة تعطيلات الإدارية فما المشكل متاع فما زوز مشاكل كبار للمستثمر اللي هو مشكلة مسكولة التمويل خاطر يبدأ وميعملش ترجع بالمتاعه وما يلقاش التمويلات اللازمة وإلا العنصر بتاع الأرض والموقع متاع التيران بتاعه نعرفوا اللي مثلا في الاستثمار الخارجي المباشر مثلا 53% من الاستثمارات يلوجوا على تونس الكبرى معناه يتمركزوا في تونس الكبرى 53% يقول للقائد علش يتمركزوا في تونس الكبرى وعلش يولي وقتها التيران يولي وقتها يلوجوا يجيونها ونبدأ لوجولهم على دي التيران ولا معامل ولا كذلك فما ساتوراسيون لزون الاندوستريال القريبة مش تولس كبرى برد معناه حتى الوصول الزغوان توا الفحص وبرمشارقة وذيك الكل هتوا تراوين تراوين عليش على خاطر قريبة للبورت متاع قريبة للبورت واستثمرنا في طريق سريعة مبيل البورت واحد مباشرة دونك العباد مشيات البلايسة ديكا تمشي الباجا كذا دونك قد ما الدولة تستثمر في مناطق بعيدة قد ما المستثمر يمشي أم مستثمر يمشي لكش في منطقة نائية خاطر يتحمل كل فا أكثر دونك عليش ما يتعملش فما أسباب داخلية للمستثمر اللي هو ربما عنده يبدل نظريته يمشي بلاد أخرى يعطيه امتيازات في بلاد أخرى خير وإلا تصير له عقبات مشاكل مالقاش للعاملة اللي حاشتوا بها مالقاش الامتيازات اللي حاشتوا بها مالقاش التيران اللي حاشتوا بيه ولا تصير له بعض تعطيلات الإدارية أنا تم نقطة دخل فيها السيد خليل ونا حبيت نتناقش فيها وتفعل فيها معاه قال احنا البوزيسيونمون تاعنا يخلينا حتى لكي ما نعملوا حد شي ونكونوا منظمين نكونوا قادرين على استقطاب الاستثمارات الخارجية أنا معاك فيهم ولكن حب نسبلك سيخليل ما تراش هذا ربما ما كان في السابق خاطر هو عليش احنا كنا معناها فوزيونمون بتاعنا به يوم ساعدنا خاطر كنت البارم تاع الفوارداشا انترنسيونال موجودة في أوروبا وقدرة شرائية موجودة في السوق الأوروبي وتعرفتي السوق الأوروبي هزت الاقتصاد الدولي لسنوات لكن أنا اليوم نقول لك وقت اللي السوق الأوروبي في حباتها ما عادش هي سوق متاعف فوارداشا الكبير فوارداشا الكبير اليوم ولا في دول الخليج مثلا السوق الاستهلاكي الكبرى اللي الاقتصاد الدولي ينتظر فيه سوق صينية اللي كانت تعمل ريكوبيراسيون باش تسير في اللقاء في الإيكولوميات الناسيونال على باز متاع السوق الصينية إذن الأسواق اللي اللي فيها فوارداشا واللي الكودو ترانسبور ليها قريب أعتقد قاعدين بهذا نخصف البوزيونمون كلاسيك متاعنا هذا شي أدي بنا هذا أولي أدي بنا أنا أمشغل أعتقد في راية دبلوماسية جديدة تعاود تفتح وفق فمت مع الأسواق هذي الثانين أيضا لابد أن نستثمر في رأيي أنا وذيب بعدك أنت باش معطيك الكلمة تقولي النجم كونت لحكي فيه غاد استثمر أكثر ما يمكن فمت في الانفراس تلكتور اسيرتو في الكمباني آيريانة بتاعنا خاطر النقل الجوي مهم جدا أنه بشي خليك تكون فمت منافس وأكسيسيب أيضا أنك تراجع نفسك أنك الخسرتو بوزيسيونمون استراتيجيك يجبك تراجعوا إداءات ونجم تراجعوا إمتيازات أخرى باش نجم تكون جذب لأن المسافة ستكون كبرى مع بعضنا نحن كنا نعملو في دوزهر دو فول انخلطوا السلعة طوي كي نحكي عن الأسواق هذه نجم تعمل دوزهر دو فول باش تخلط السلعة في رأيك ما تراجع أنه اليوم زاد اليوم العقل العميق منتع الدولة التونسية اللي يفكر في أنت في المستقبل وفق اللي قاعد يصير متطورات في العالم مطالب أنه يراجع نفسه في علاقة بما يقدمهم الامتيازات ينحي في الانكونسيونسا متاعه أنه هو في بوزيسيونمون استراتيجيك يخليه يتشرط وحتى ما يقدمش امتيازات يصبر معاك خاطر وقريب في الأخر باش يعمل ريكوبيراسيان في الكود الترانسبور أم نحافظ كيفما هكذا ستو عني بي ومورنا باي شوف أنا متفق معك في مضم من اللي قلته لكل تبقينا شوف الحاجة الأولى اللي نحب نقولها السوق الأوروبية تقعد مهمة جدا لسنوات مازال مازال علاش نعطيك سببين يأكدوا هذا يزيدوا أكدوا قوة سوق الأوروبية بالنسبة لتونس اللي حكيته صحيح كعالم في العالم لتندانس هدو ما هوما لكن نحنا ما زلنا نختم مع السوق الأوروبية اللي نحنا نعرفوا اللي فرنسا واحدة 78% تستحوذ على 35% من الاستثمارات الخارجية بتاع تونس ومبواذلاتنا معها 78% ومبواذلات نتعنا 78% وأول ممولة وأول كل شيء أول في كل شيء وعننا معها اتفاق بتاع تبادل حر معناها سلعتنا تدخل بلاش دروات دوان بلاش حد شيء اللي يزيد الأوروبا تولي مهمة سيفري تفقد في الأهمية متاحها لبلدان أخرى لكن اللي قاعد يصير في العالم توسين المؤسسات الأوروبية والأمريكانية قاعدة تغادر في الصين وقاعدة تحب تقرب من أوروبا تقرب للأسواق وتلوج على أماكن لأنه متنجمش ترجع لأوروبا لأنه في أوروبا غلاء الأسعار وغلاء الأجور خلّ أوروبا ما عاش تنجم تكون كمصنع للعالم ما عاش تنجم تكون تنجم تكون كمعناها معناها معناها لكن تنجمش تكون كمصنع للعالم خاطر ما هاشي كونكورنسيات دونك اللي خارجنا من الصين وجاي حب يقرب للمنطقة هذية نحنا هذك مؤشر لنا نحنا بش نستقطبوش ثنين الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا من أكبر المنافسين لنا في قطاع حساس بالنسبة لنا لصناعة مكونات السيارات ما تسافدناش بها بالطريقة الباية دونك أنا نقول في عوض نمشي واللوجه على أسواق جديدة الأسواق اللي قدامنا مزالة عنا سنوات حتى تتغير الأمور كما قلت أنتي وعنا ديفليوش ضد جايين للمنطقة نجمو ناخذوهم علاش على خاطر نحنا وانا قال هالي مستثمر جمعة لي فاتت أجنبي جابح ذايا وقالي كعملنا البزنس بلان وقارننا تونس ومغرب ومصر والبلدان الكل يطلع المير بزنس بلان هو متاع تونس معناها السلعة متاعه تتكلف له أرخص في تونس لعدة أسباب برمير ما ثمن يد العاملة لكن موش واحده رو منحبش نركز عليه برشا موش واحده نحنا أقل يد العاملة مثلا في المغرب يد العاملة في المديرين وفي الناس يد العاملة الكفاءة نفس الثمنة موجود في باريس كيف كيف تخلص مدير في باريس وانا تخلص في كازا سيلا ممشور في تونس معناها تخلصه تشترب والأقل شوية مشترب ثنين الكفاءة متاعه أكثر الكفاءة متاعه أكثر لأنه يقول لك إلسادابت أنكور بلوس نقوله أعمل حاجة يخدم مخه ويعمل خير من اللي قتله عليها وربما كان صارت له باني نجمي صالحها ديركتمون كان هناك الكفاءة مستخدامة يعطي أحده نحن منها أستحقق نفسي نحن من خلص في مكتب الناس لا يمكننا تأكد من التعليمات التي يوجد في الأجنسية المترجمات التونسية هو إكسالة لذلك يتم تحديث بشكل جيد في السوم ، يعمل أن نفيد البلد هو هو عبارة يجب أن تكون في مقارنة مستقبل في حسب مصر أو المغرب يبدو أننا في أجواء رقم أن نحن في مطبع نتكلم اللغات الكل في تونس يحسب بالحسابات ويحسب سوم الغاز ويحسب سوم ويحسب كل شي ويحسب حتى لمبو فهمني اللي هو تولى 50% يلقى روحوا بالحسابات رابح في تونس معلش ما يجيش ساعة ساعة وهو رابح في تونس تكون فمانية تستثمار وبعد ما يجيش علش ما يجيش خطر يقدم شوية يلقى عوائق وملقاش تكون يتليها بيه العوائق هذه جاية من العشرة سنين اللي عشناهم عشرة سنين صعاب على الإدارة سيخالي سامحي يا قص عليك فوزيتيا ديركتور الهيئة التونسية للاستثمار كنت مدير مستقال أي وكنت مدير في وكالة يعني النهوض بالاستثمار الخارجي وين المشكل شلو ما نجمتش تبدل دقيقة قبل استقال في وقت الزيادة العديري خاطر جستمار السياسات والاستراتيجيات اللي حاب يطبعها غليل مكانش موافق عليها سي زيادة العديري بلكش مش موضوعنا اما انفيت سيساخت الكفاءات في تونس وهذا نرجعه له زيادة من بين معناتها العوائق في تونس انهم عندك على مستوى الكفاءات الادارية العليا غادرت الادارة التونسية هذا عائق كبير تم نطح وخلينا نحكيو فيه وانشاء الله السؤولات المعنية تسمعنا انها الادارة واللي تخايفه القرار على مستوى المديرين وكل شي فيما يخص المستثمرين والمستثمرين التونسيين والمستثمرين اللي جايين من خارج نسوى اللي تخايفه هو اولا اخا بشاتي تصريح الصحفي تونسي كو ديغ وقت اللي يجيه مستثمر يقولوا بربي مذبية المده متاع التصريح تقصر اللي فيها راهو عندي دي بخيبونكي اكل مده اكل نهار اللي هو ما في حد شيء اللي هو بشير في حد شيء هو يحب يخدم بلاده يصحح هو ترسيل ويبحث خطر ثم امينا بالبشامبو حبي يجد اندلاسيان ترسيله هو يبحث تقاليد جدود تعملت وقت اللي جايوا دخلوا الميديوكر للإدارة تونسية ودزوا الكافئات وعملوا دي بوست بغاليل خليت مناخ الاعمال يتشنج وزيدة حاجة اخرى الثقافة الجديدة اللي صارت في تونس هو انك بلس توي انكمبيتان بلس توي بقيل بلس توي اذا انتي ناجح وعندك كافئة وعندك الميريت ومسرقتش ومختبتش انتي توي استيجماتيزي معناتها سي تريب ايسا هذا ما نشوفوه كان في تونس ورد بالك وقت اللي ولي ثقافة هدية تولي على مستوي عالي دونك ثم مناخ قد ما تونس بخطر انتي قلت الاوروبا ليه اوروبا سيتخز امبورطان عليش اوروبا فقدت باريقها الجيو سياسي لكن على المستوى الاقتصادي القارة الاوروبية تقعد من اهم القارات في العالم وهي اهم شريك استراتيجي لتونس ودجا يقول لك كي تسأل المختصين في الجيو السياسة وجيو اقتصاد شنو يقولك يقولك راهو توانسة تتعاملوا مع اربع بلدين اوروبية ثم 28 بلد اوروبي النجمو يتعاملوا معاهم والنجمو عليش انا هما شروط جست بش نقول انا تخليط معنا الشروط هو ان رجعوا كافئة الادارة هو ان نحروا المبادرة ويزينها من معنتها ندخلوا في عباد الكل اللي بيش يعمل المجهود راهو سرقة وراهو رشوة لا 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 لازمنا نحروا المبادرة لازمنا نشجعوا المستثمرين لازمنا نطمنوهم زيدا هذو ما نقول هذي ثقافة جديدة لازمنا نرسيوها طب مثلا زيدا زيدا لازمنا اللي نقولوه نعملوه وهوني بربي سيخليل قال لي انتي اذا في اخر ديسمبر في ديسمبر الفين واثين وعشرين حكي سيد وزير الاقتصاد والتانية احكيه على او تعاون الخارجي احكيه على مئو ستين اجراء مئو ستين اجراء لتشجيع الاستثمار في تونس فيه زيدا ابديها الاجراء اتضوما ثم حرية المبادرة والاستثمار ثم امتلك العقارات ثم امتلك الحصص والاسهم ثم حرية تحويل الاموال الى الخارج دون ترخيص مسبق هذو من الكل هل وقع ترجمتهم بالواقع بقوانين بقرارات ووالا ورجع لي بربي قبل هذي ارجع لي السؤالي عليش ما نجمش تغير خنفهم عمان مسؤول من الدولة واليوم خبير دولي وتبركى الان سيفي عم ساتو سيارة عاليش انتي كمشيت يعني دولة كامل عاجزة تعمل ان غرور خيزنطن انيك الكل واحد يحب جيستثمار يعني مخاطب واحد هذه دولة موش ريزنطن شوف انا مش نحكيلك حاجة ربما هو امتد على تونس كل في تونس ما نوفقوش ما بين الاستراتيجيا اللي هي استراتيجيا واحدة في بلاد نجم يتعديو عليها ثلاثة حكومات لكن هي استراتيجة بلاد مش استراتيجة حكومة مايجيش كل حكومة تجيبش تقعد عام تنحي استراتيجيا وتبدل استراتيجيا جديدا هذا اللي ما نجمتوش أنا وما حبيتوش منين صار هذي بديت نشوف فيه من تونيزيا وقت اللي عملنا مؤتمر الاستثمار في تونس عشرين عشرين الحكومة اللي جيت بعد الحكومة اللي نظمت تونس عشرين عشرين سقطت عشرين عشرين ما حبوش يكملوا يواصلوا باش ننجسموا الوعود اللي صارت خطر النتاج والوعود اللي تم الابلاغ عليها في كل وقت داك حقيقية راه لعبيت تولي تضحك شوية كي تسمع قولوا والاي في عشرين عشرين قلتوا بشي جيون بشي جيون صحيح صحيح علاش خاطر جاو رؤساء وجاو ملوك لتونس مش جاو موظفين قالوه هو ما بيدهم أصحاب القرار جاو لتونس وقالوه لكن شو ما صار لسوي فيه بعد عشرين عشرين مباشرة جايت حكومة جديدة ولسوي في ما تمش بالطريقة جاو عندهم دوتر زوبجيكتيف أبوار هذي كان بتاع الأخرين عليش هنا ننجح فيه خلينا نعمل حاجة أخرى جينا نعطيك دوزيام اجزامبل بش تفهم علاش معناه من 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 وحدوش ما بين الاستراتيجي واللي هو سياسي انتي كسياسي تاخل الاستراتيجي ما عندك طريقتك بش تبقه لكن متبدلش استراتيجية بلاد على خطر سيبا فاسي بش تبادل الاستراتيجية متاع بلاد والاستراتيجية عملتها الإدارة التونسية والمستثمرين والخواص وشاركة فاهم وانظومة شاروكية اكسترا ما مني مش جيب عبيد أخرين مش يعطيك استراتيجية جديدة ما فهماش دونك انتي بش جي عندك طريقة جديدة بش تبقها لكن متبدلش استراتيجية مثال الثاني بعد ما عطيتك التونيسيا فان فان عملنا مجلة الاستثمار في 2016 خرجنا مجلة استثمار خدمنا عليها بتريقة شاروكية وزير اللول وزير السيء وزير التاف أتعقلك عليش مش مقرأ مجلة الاستثمار جات فيها نظرية معينة جات فيها الوان ستوب شوب اللي هو الهيئة التونسية للاستثمار اللي هي المخاطبة الوحيد للمستثمار واللي هي مش تجمع لموجود الكل لأنه قبل كانوا عنا خمسة ولتو نحن تقولنا خمسة ولنا ست زدنا الهيئة الهيئة كان من المفروض أنها تستوعب اللي موجود الكل وتكون هي تعطيل وخص وقتل انتي تمشي البلدية وما تعطيكش رخصة وتفوت الأجل في ثلاثة شهر مش تعطيك رخصة لا تعطيكش تمشي الهيئة تخل رخصة القانون التونس يتاوي يقول هكا معناه فمش ما أحسن من هكا وما أحلى من هكا المغرب درنير ماو نقلت على قانون الاستثمار تومس نقلت عمي تبقوا فيه نحنا جينا عملنا قانون الاستثمار من بعد نحات الحكومة اللي عملت القانون الاستثمار جيت حكومة جديدة وقفنا في الشتر وقفنا في الشتر ليه معناها الهيئات متخلقتش الكل معناها فاهم اللي بازلك غير تخلق اثنين هكا التوحيد معناها معناها باش نوحده ونعم قعدنا في هيئة تهتم بالصناعة هيئة تهتم بالفلاحة هيئة تهتم بالسياحة هيئة تهتم بالصناعة التقليدية وزدناهم التياء اون بلوس اللي رأى من بعيد يقول القانون الاستثمار ذات يزدها لك الدنيا اور ما كملناش عملناه ما كملناش عملناه والمفروض كان ان هيئة الاستثمار تطلع عند رئاسة الحكومة ما فماشي موضوع اكثر من الاستثمار مهم عند في رئاسة الحكومة في المغرب دارنيير ماو اخرش ذكري لسيري لريجيونو اللي موجود في المغرب وليه تحت رئاسة الحكومة علش؟ لانه الوزراء يتعاركوا في بعضهم ساعة ساعة انا اقول لك اعمل هذه وانتي تقول لي نعمل هذه وكذا وكذا انا وزير وانتي وزير لك تبدأ هيئة الاستثمار تحت رئيس الحكومة او رئيس الحكومة او الوزير الاول تولي عندها شوية تنجم تنفذ قراراتها وتنجم تعمل اللي تعمل مغرب عملوه تركيا عملوه اكسترا وقت اللي قلنا نحن الكلام هذي ما حبش يتقبل دونك هذيك علاش معناه ان شاء الله جاوبتك ماناش موش نواسطوا بتاريك هذي ين نحيوا القانون الاستثمار ونرجعوا في القديل ين خليوا هذي ويزينا من اللانشير متاع الليجيسلاتيف معناه حتى قانون متوسط خليه تبكو نظمو بار دي دكري بار دي ترك ما فاماش ما كومبليكي اكتر من القوانين في فرنسا لكن افك دان سيستم دان فورماتي امريقيل اكسترا اكسترا الامور تمشي راهي تنجم تمشي اما تقعد بين بين عندك قانون استثمار جديد ماكملتوش وماكملتش البناء متاعو وتزيد عليه وتزيد عليه وتزيد عليه وتزيد عليه وتزيد عليه وما تطبق حد شي تولي انسورانشير الليجيسلاتيف معاش حتى واحد يفهم حد شي الناس كل دقيقة تستنى في حاجات جديدة هاو بش نعملو هاو بش نعملو هاو بش نعملو وذلك يفجع المستثمر وذلك يفجع المستثمر يولي يقولك انا منش فيهم السيستم تعتك بش ترجعنا لنقطة الاجرائيات اللي قالنا عليها بعد مناسمع علي الفخري نرجع لبدو سؤال انت ايميل ال160 اجراء و170 اجراء هل بدأوا تطبيقهم وانهل اشوف حسين انتي كتحب تقتل الاستثمار تكثر من البيروقراتية وكثر من الادارة وكثر من البحر واحنا للأسف الادارة تلعب في دور ولا تريد ان تفقد الدورة بتاعها وهذه هي الاشكال الحقيقي اللي يحرك في مشكلة الاقتصاد تانا ما تحررش لان الادارة لما يشتاق مش قابلة انه ثمة عملية اقتصادية ما تكونش مشاركة فيها وانتحب نزيد نحلوها اكثر تفمى ديزان تيرمي ديير ثمت عمر طبطين بمربعات نفوذ داخل الايدار يقبل المستثمر متاح وما يحبوش المستثمر اذاك يتعد هذا يقول كيفش نحيوها نحن مربعات النفوذ معنا ثم مربعات نفوذ معاينين الى اخيرة وقتل تمشيرهم نفس المستثمر اذاك يمشي مثلا الاكس يقولوا بربي كيفاش نجم نجينا عن استثمر يمشي اجريك 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 هو نفسه يعمل في نفس المهنة اجريك يعدي عليه لانه هو عنده فلة عنده دخلة عنده كل وار في الادارة قانون مش واضح هذيك مش نحيو احنا مجدد كل وارات اما احنا اش قلنا قل نحي كل وارات كل وخلي الناس كل شوف هذيك مش يسير اللي كان يحكي فيه استخليل واهم نقطة هي رقما الفعل الاداري باش نربحوا بها الكثير والكثير اخي ما عاش انا وقتل انا 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 كفخري سلامي ماشي نحب نستثمر قدمت دوسي يرفضهولي رئيس الكاهية ما ندريشش نوع نقول ثم شخصي يتعدى بالواحة نميليك ما تقبلتش نمشي ننظم روحي ونعاوض روحي يامن جديد محيو العباد من الواجهة روفي تمشي ثم دول تمشي لما تقابل حتى مسؤول وتصبح عندك شريكة في نهار يولادي فيه قرار يضحق علينا واحد تقوله روحي نعرف واحد باش يقابلني باش كون وما يقول الكاتبة تتوشك في الشوينجوم وتقول الكاشتانا واجدوا شو كايلو كيف معاك تسطح ولا ما تصلحش تشنوه هذا؟ يولادي بلاد رئيسة عاطر يتضحك شوي ولا تروني لونا متخلفين في العرب منوكين يجينا يصور علينا دوكومنتير بالطريقة هذي كمان سنورمال يهرب الانفستيسون مش يهرب تيقطع شعر وقولك سماح ما عاش نجير حتى اسكال ما عاش نعمله في البلاد هذي على هذيك حان اليوم والوقت إلي نمشيوا للرقم عفا الله عما سلف إلي سلكوها قبل بباركة الله فيكم إيزي إيزي خليوا تورس نمشي للعالم الجديد الرقمنا والإجراءات اللي تم إعلان عليها في ديسمبر هل دخلت فعلا حيزة التنفيذ ولا ما زلت؟ شوف الإجراءات اللي تم الإعلان عليها هي إجراءات تخص عديد المجلات تخص مجلة الصرف تخص مجلة التشغيل تخص المجلات الكل تخص هي ميوستين شاركوا فيها الوزارات الكل بشي تم تطبيقها مع الإصلاحات هي معناها بش تمشي بنفس الوقت مع الإصلاحات خرجوا منها إون بارتي ديجا فما إون بارتي خرجت مثلا توا مثلا شهادة الإقامة للمستثمر الأجنبي اللي كانت عنا فضيحة نحن هو مستثمر أجنبي حط فلوسه في تونس وكذا ويخدم فيه ناس وكذا وكذا يمشي بشي بدل شات الإقامة متاعه ويعيفوه في روحه توا هذية حلت بالقانون بواحد من الإجراءات هذو ما لميوستين ولا أنت ونوعية الاستثمار والحجم متاعه ياخو خمسة سنين ولا ياخو عشرة سنين بصفة أوتوماتيكية دونك فما إن شاء الله تتطبق بالجداء على أرض الواقع لكن إجراءات كي من هذه فما إجراءات على مستوى الأراضي الفلاحية بالنسبة للأجنب لأنه وراه يشوف الفلاحتنا كان قاعدة كما توا أن سكتور سوسيال إلى حد الآن والصناعة متاعنا وليت عنا مصانع تونسية هي الأولى في العالم عنا بعض القطاعات المصانع التونسية ويملكها توينسة هي الأولى في العالم كانت تطورت الصناعة بطريقة ذي والفلاحة ما تطورتش على خاطر استثمار الأجنبي ما تخلش في الفلاح الخاتر نحن نسكرين الخاتر نحن نخافوا من المستثمر الأجنبي رغم أنه وقت يناقشوا في قانون الاستثمار قلنا بالله يخليه يمتلك الأراضي لكن ما عندوش الحق يفوت فيه إذا كان ينحي الشريكة ما عندوش حق يملك الأرض كشخص شريكة تملك الأرض لكن الشخص يملك الأرض معناها أذك عليش الاستثمار الفلاحي في الاستثمار الأجنبي مثل 0.4 53% من الاستثمار الأجنبي في الصناعة و 0.4 في الفلاحة والفلاحة اليوم ما عادش الفلاحة هكما تشوفوا في الشوح المياه مش كل سيدي هذا واختيار دولة يعني أراض يوم شوية ونزيد نعطيهم للي عندو أكثر فلوس نكمل طرف فلاحة اللي موجودين نقتلهم يقول لك زادة هذا رؤية دولة ما بتحكي على استراتيجية دولة هذي استراتيجية دولة من قبل يقول لك نحافظ على السكتور هذيك شوف الفلاحة اليوم من وقت الاستقليل الأراضي من وقت التأميم هو هذيك التجربة اللي خادنا نحن نعيش بها تجربة مريرة تعالين بها من وقت الاستقليل كانت فم قرار كما قلت أنت سيادي بش الأراضي الفلاحية لتكون مملوكة للأجنب وهذا كن قرار لا أنا مع القرار هذا رؤى بلا أما هو يحكي خليل يحكي على الاستغلال استغلال بلا الاستغلال إذا أنت عندك أراضي مثلا عندك بالجنوب أراضي تنجم بيصير تكالكول حكاية الماء وأممتون تنجم تستغل ينجم يستغل مستثمر تونسي مع مستثمر أجنبي كيما في الصناعات كيما فيها على بسي كونتا يا كونتا وعليش ليه معناتها جانيون جانيون لا لا شريكة فيها أجنب شوف شريكة فيها أجنب يملك حصة واحدة ما ديش حق تستغل فيها عشرين ألف حصة هي في أسرق فيها أجنب يملك حصة واحدة هي خارج القانون بلا فهمتا طوا فما شركات معناها تملك أراضي فلاحية تملك أراضي فلاحية حب يدخلوا معهم أم بارتونير بش يعملو حاجة خاطر اليوم الفلاحة رأوا ما كتشوفه ما عاش عنا ماء اليوم يزمك تكنولوجيا بش تعمل الفلاحة الفلاحة القديمة انتهاء ما عاش عنا ماء وفات الحكاية كلي تصب الماء ويجيك اليوم يزمك عندك الطرق العصرية وكذا اليوم ما عاش ناجم تعملها يزمك تجيب أفكار جديدة وتجيب انكبيتال جديد هذا في جانب من الجوانب اللي خلنانا اليوم أننا وصدنا نسبة الاستثمار كنا في سنوات 2016 2017 كنا في العشرين في المياه من البي يبي اليوم هبطنا الـ 15% نسبة الاستثمار معناها فما انحدار المفروض الوقت اللي يدخدموا في مجلة الاستثمار في الوقت هذا يكونوا فيه 30% اللي هي فيه اليوم برشة بلدان أخرين الموين دون الموت نسبة الاستثمار بارابور نيتش لالرخام تكون 25% في البلدان ذات الدخل المتوسط تكون 29-30% كيف نحن معناها ما معناها؟ اليوم هبطنا الـ 15% نيمش جيبوا الاستثمار اليوم الأجنبي نساكرين عليه شوي التونسي ما عندوش تمويل وعليش ما عندوش تمويل على خطر تود دي بارني في البلاد نخص تود دي بارني 3% البنوك معاش تنجر لجين فلسي والبنوك الطرف اللي عندها ويتمويل بيه في الدولة والدولة معاش تعمل الفيس يسموه بيبليك الدولة ولا تخلص كان في الوجوه وهذا يزيدا لا يفاصل الملاجتماعي الدولة معناها بالأخر تقول لك أنا عندي ناس يزيد من يخلصهم إلى آخر ونياس هذه الخطوط الحمرة موزدة هاو كيفاش وصلنا لها الوضعية سي خليف هل تكون النقطة اللي أشارلها فاخري بداية حال احنا مثالش نزلو لنا حديش نطقيقة خانا مش يدوكا ديما الموضوع مع قد ما حكينا على استثمار نفس المشاكل تتكرق للمرة الحلول اليوم اللي ربما انتي حاولت تنفذها كي كنت مدير وكنت مسؤول في الدولة كفاءة وكفاءة الدولة وقايدات كايد السياسة ربما شو يزمنا نعملو طوو صعيبة كما قال فاخري مش رودها نيوميريزي الحكاية ولا مهاش صعيبة على خطر هي مش رحلت بشأن المشاركة معنى تعمل على نوزية الاجنسe كل الاجنس لديها معنى تحضر مستثمر بها وستثمر في بلجيكيا تنجيم تضع اختاع المتقدس باستثمار حيث تجهي الديكتائي وستثمر تنجيم تعملها لكن تنتبه على قطة ريال قطة ريال احتيت معك تنتبه على قطة التطبيقية لكن اليوم عندك الحاجة الثانية يجبنا نقص شوية من التشريع الحاجة الثالثة يجبنا نوفر العقارات هذه مشكلة كبيرة ياسر توفير العقارات المستثمر صورتو الأجنبي وين تحب انتي خاطر أنا عندي مشكلة في البلاصة الفلانية نجي نهزك غديك أنا شوف بيا يا ليا فيكتوا غديك نعم نمشي معاك غديك لكن غديك ما عنديش وطوروط بش نوصل ما عنديش وين نقرر ولذي ما عنديش سينما ما عنديش كذا ما عنديش وسائل ترفية شكون الخدامة اللي بشيوني أولادك انتي بيدهم التوانسة تهزهم من العاصمة تقول ويمشي للمنطقة الفلانية ما يمشيش دونك يزمنا نعملوا مناطق صناعية ذكية وعن الحكاية الأخرى تسهيلات الإدارية معناها العلاقية الإدارية ولا ولا الانفورماتيزاسيون ولا ديجيتاليزاسيون ستا معناه الفو يالي أوترانس معناها ريال المو كومي الفو بسرعة كبيرة ياسر خطر ذاك اللي بشي خرجنا من هنا وفما حاجة أخرى لالوجيستيك عندنا مشكلة لالوجيستية في تونس النقل متاعنا تشوفوا في حالة النقل حالة الأبراط متاعنا حالة كذا نحن قراب من أوروبا لك برفوال قرب متاعنا يولي بعد يتولي عندنا إشكاليات وتعطيلات وكذا هذا سيخليل يتطلب بشتوى غير الواقع على النقل وغير الواقع على البرد وتطلب استثمارات استثمارة أمومية هذه الدولة تعمل الدولة بموازناتها المالية هذه بحالتها هذه بحالة التي كنت تأجور بالطريقة مضخمة في أمام طميش تعتى في أمام طميش تعتى في تطبيقات البردوكسيون إلى أخيري هذا كله على ذلك نحن نقول نطلبين للأسلاحات ونقولوا أسلاحات تونسية 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 أسلاحات تونسية تونسية باش نعمل للموديرنزازيون لانفراز الإلكتوري بتاعنا شوفوا، أولينا نضحكوا بالانفراز الإلكتوري بالعالم أسلاحات عندها ثمن ونحن معناش اليوم البجيء بتاعنا اليوم يمكنش أننا نعمل الاستثمارات اللازمة عملنا قانون يمكننا أن تقعوا حل هو قانون البيبيبي شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص لكن تعطر القانون وإلى حد الآن مش قاعد يمشي عنا هيئة متاع شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص فما مستثمرين شادين الصف يحبوا يخذوا نحن يمكنك تعيج برجعة الأغائية مستهل تخدمين confronting الشыш spawn إستمرار كان تصديم فيجمع عام وطالدة من الطعام أمدي امشي، اغفاط برجعة وحلي يمكن أن أكون القطاع قانون البيبيبي من الم Pose Hالنا تخرج من القطاع الحالي كان هناك مشكل كبير ودي ما نقولوها في تونس تخلقت احنا معنىش دي كوميناتي متاع ديفيرون ولينا عنه لبريبي ولي فبليك والعرك شايتنا مل مفريض ايش شايتنا والكراهية رد بيلك ايسا ستخيغراب الكراهية عليش خاتر ولينا انا سيميل تو كرياتور دوريشيس كل واحد خالق للطروة موجرم وفاسد ايسا ستخيغراب ايسا ستخيغراب وعندك الورجيس وعندك ادارة الدس وتقولك لي وكيفيش والقانون ولي قال وقبليك سيخليل اذا كهو صحيح تلمون تجيب بالقوانين ايش تعمل اليدير يزيد يقول معه يبدا يفاركس وحتى كهو يعطيك اكوغ سبازان سورين بتتوى يجيس ان سوپيريور ولا اللي بجنبو يقول وحوك احسام القانون لي محنتها هذي معضلة كبيرة معضلة وهذي مينجمي حلها كان قرار سياسي شجاع ووطني خطر مثل ما كان الوطني اللي عندو شجاع بشي يقول تونس راه محتاجة الاستثمارات وما ننسيوش زادة الحاجة اللي ليني دو فنانسمان اللي موجودة واللي دي ما نحكيو عليها فوق الخمسة مليارات اوغو في كثير من المشاريع فين بلوكي بلوكي اما تم مشروع في زوزوزارات ومنزيلوا مهمش متفاهمين كيفيش يتعاملوا معا ما ننتهي ووقت بشوي حد يأخذ القرار زوزني قطينا شيطانة الرأس المال الوطني غير العمومي يعني اليوم بارش عباد متخوفة تقول لك ما عليش داخل يعني نستثمر ونقطة ثانية انتي دي ما كنت تصرح فيها حتى كنت مسؤول في دولا تقول فهم مشاريع موالها مرصودة ولا نملك القدرة على الإنجاز وينت تعطل اسمع لي حتى وقت لي كنسي اللي حبيب السيد ربيش فيه ويطول في عمره يقول لك فلوس الدولة موجودة وما نجم شو صرفها ما يعني تفلوس دولة موجودة وما نجم شو صرفها ما الذي يمنع هذا شوف طب مثلا نعطيك مثال نسبة إنجاز المشاريع العمومية بصفة عامة نسبة إنجاز المشاريع العمومية وهذه مشاريع عمومية مبرمجة من الدولة تونسية وبيو جي تيزي فيها معناها أموالها مرصودة يا بجي عن طريق إهيبات يا بجي عن طريق قروض يا بجي عن طريق داخلي تعرف نسبة الإنجاز متع المشاريع العمومية في سنوات الأخيرة متجاوز 40% في أريانا نسبة الإنجاز 86% في سليانا 29% 29% خاتر طوب بكدر مونتا علش خاتر لكادر الميليسر لي مش موجودين غادي خاتر موش موجودين غادي يسعوا مال أنطوري ثنين المقاولين بيدوا معاش يحبوا يبشيوا للجهات الفترة اللي تصارت فيها الشيطنة راوا فماش عدوه يصير قد الشيطنة اللي تمت هي حاجة معناها عملوها معناها كلمة حق أريد بيها باطر معناها الشيطنة هذيك خلت معناها كيينها زريقة متعبونش بنجت الناس كل حتى واحد ما عاد يحب يتحرك اليوم تحل مرشي في منطقة داخلية يقول لك ما نمشيش يقولوا علش يجيوني الأهالي غاديك يقولوا لي أخوية خدمنا ولا نفكولك المتريال وفهم اللي صارت لهم ولتوا ساير العملية هذي فكلوا المتريال وحجزوا هولو خدمنا الناس كل حتى هم رأوا كل مشروع ذاك فحياتهم جاء مشروع واحد وعندهم الحق فهم دنيه ما عندهم مش خدم وكذا وكذا شدوا اليوم يلزم المشاريع متاعنا نبدأوا نحطوا سقينا على القاعد ساعة برمير مون تبدأ عنا نظريات مرافقة الدولة للمرافقة اليوم يلزمنا تمويل تمويل يجي عن طريق تمويل الخارجي خاطر شوف الاستثمار راهو حل كل مشاكل اللي بلايك عندك بطالة حل متيح الاستثمار لأنه البطالة كي تعمل استثمار تنقص خدر عندك ديفيسيت تعال بالانس دي بايما حل متيح الاستثمار لأن الاستثمار هو لي بشي صدر خاطر ليتوال يجيبوا في حلول يقولوا عن ديفيسيت تعل بالانس دي بايما نوقف الامورتاسيون ماهمشي قاوية فرينا وحاسبينيها بلقدار خاطر الامورتاول ما لينا ترى حيث النسبه متاعاو في الامورتاول بتاعينا حكاية فارغة أحد حكاية فارغة نحنا بلد سياحي بلد سياحي anni تنقص في الامورتاشيون انتي قوي الالكست鄙ي كاوية قوي الاستثمار معناها الاستثمار هو حل مشاكل ال дальше انا قل في وقت معين أعملوا كما نسكن الهيئة العليا للإستثمار هي تترأسها رئيس الحكومة المجلسة متاحة لكن يجب ما تكون تاب عليها ويلزم تتفعل الهيئة التونسية للإستثمار عندها الحق اليوم كان نقولها لأي واحد في العالم يقول لي والله عندكم قانون ما فماش في العالم اليوم فعندها فصل يقول أي جهة إدارية ما تجاوبش المستثمر في الأجال القانونية يتجاه إلى الهيئة التونسية للإستثمار تعطيه الترخيص عندها الحق لكن عمرها ما تعمل وما تنجمش تعملوا ما عنديش الإجراءات بيش تعملوا لي أنا ما عنديش العلوية الكافية اللي يخليها بيش تعملوا أنت وزارة مع وزارات شنو شيزي وزير معتاش وزير لأخر يعطي ما تجيش في مني دوك يلزم 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 إنه سيبريريوريتي يراشيك واليوم رأي العملية ماهيش سياسة والسيادة ماهيش سياسة وكل شيء كل شيء اقتصاد عندك في جيبك عندك سيادة توقل في شعبك عندك سيادة أما الاخر كله رأيو ما يعطيناش حتى شيء دونك اليوم يلزم ثقافة العمل زادة ليضاء ذاع ثقافة العمل ليضاء حتى في القطاع الخاص رأيو معناها هو المطلبية والكذا وكذا أنا سرطان ممو ونحنا ملوموش برشا رأيو شوف أنا سرطان ممو قالها ألا يرحموا باجي قايد سيبسي قال أنا أشتيلا بي معناها كما جينيش تجاوبنا وعملنا كذا رايش شعلت البلاد أنا سرطان ممو كان ضعف وكان وكذا وكذا اليوم قاعدين خلصوا في فاتورة بتاع السوليشون دفاسيليتي اللي اخترناها اليوم شنو يلزم نرجعوا بشوي كما كنا نجمو دخل في حاجة تخرى ما عاش نحكيو يجمع بالحكايات في ثلاثة دقائق تقول عنا نصوص كافية يزينا بالنصوص يظل هذي أول خلاصة اللي أخرج بيها تقول يزي بالنصوص كان نجمو نطبقوا اللي عنا نجمو نقدموا بالاستثمار في البلاد نجمو نقدموا بطريقة كبيرة وسريعة يسر في الاستثمار في البلاد الأمن والأمان الساعة معناها نترحم على شهداء جرباء حاجاتك من هكاية نحن جماعة الاستثمار تخوفنا برشا برشا معناها والمستثمرين لكلهم يخافوا منهم دونك يزم فهم أمن وفهم خطاب حتى كي صارت وقاع وصارت في البلدين الكل وصارت في البلدين الكل يزم خطاب مطمئن يلزم إدارة متجاوبة يلزم إجراءات سريعة يلزم بلاتفورما انفورماتيك سنتراليزي على الناس كل والاستثمار في تونس شوف دحنا تونس لو كانت تحلل ببينت تحل إشكاليات تا الاستثمار مستثمرين الكل يجيب بطولس وزيدين حاجة أخرى عشو كانت وفقوني عليها وبربي تسهيلات في الدخول للمطار لو كان يجي مستثمر جايب مليارات ومبعد يضرب ساعتين بشيتوا مع باسبارو في المطار والله يعود ياخد طيارة ليت جابته يشوف القاش فيها تسكر وجهنا يبدأ ملغادي كيفش إيرانا المستثمر تصورو بارشا يفوزون في العمق معناش ليني مثلا للمستثمرين باش ما يتعطلوش يدخل يزرب يزرب للبلاد مثلا نحنا شوف في الخلاصة القول موشعة هذا هو تونس أنا قال هالي مستثمر إيطالي قال تونس درة محفورة في التراب اللوتن طيشة في التراب يسفيت هزها تمسح عليها التراب يرجع الباريق بمتاحها ريال الموم مش نعطيه هكا شوية التفاق احنا سيدة وإحنا مقبل الناس تصند فينا التفاق تقول لكم نحكيه في حاجة صعيبة بارشا أنا سيدة بارشا انت رجموها عائلة تختار يا تمشي عندها الفلوس تاكل بها وتعمل بها الجو وكذا أو انها بارتيم الفلوس هذي كتكبس على روحة تبني دار فوقها ولو ممتان ما دخيل هي مهذا هو كفاس روما هكا هي خل نفهم وقد نزول بيوش نحكيه ولو بارشا هلذا كتكبسوا شوية نقصوا الزبدة مثلا نقصوا حاجة نقصوا حاجة أما قاعدين نبنيوا في دار باش نهريخة ولي دي ما دائما عندك دار ولدك يعرز فيها دا عندك مداخيل واللي يقول لسي غليل معنى انت يا دوما حاجة موجودة اللي تقول فيه انت كيف كيف يخي طوح احنا حجزنا بلاد كاملة باش تعمل كولوار موجودة 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 لا مثلا مشروقة وحيد مطار نفيدة ربطوا بخط سريع مع تونس وتقول الناس تابت غادي مطار الانزل شكرا لك سيخليل العبيدي رئيس السابق لهاي قادة تونسي الاستثمار والخبير شكرا لك نورتنا أعطيك لك صحة شكرا لك تحيط أيضا صديقنا رئيس التحرير أنا حسين برايس سلام عليكم وغضوة موعدنا يتجدد في انت الحب العشر غيربوع موعد شديد كل عادة على نسمة جديدة تفعل أخير ناس كل إلى اللقاء